اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويكابدوا في الحرب وفي الفقر وفي الدمار تحية للناس اللي ربما ما تلقاش اليوم في تونس بغلق الاسعار سوفين ماهيش قاعدة تلقى في قوتها معاش نجم تعب يقفتها الناس الدور الناس قاعدة في السوق قاعدة الدور ماهيش قاعدة تشريه بسين تحية للناس الكل وربي ان شاء الله ينزل بركته في الشهر لفذيلة ذيا بش نرجع اليوم في حلقتنا على تصريحات رئيس الجمهورية وقت اشرافه على موكب اداء اليمين من قبل الاعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي زيدا تصريحات زيدا قدمها رئيس الجمهورية وقت زيارته لمحطة الميترو الخفيف في تونس البحرية وعلى بش نرجع على الاعفاءات اللي كانت هنا واحنا يظهر لي انتو ما توقعتوها لو ليت قلتو فما تحويرات يمكن فما تحويرات اخرى زيدا في العديد من الحقائب الوزرية الاخرى نرجع عليها تباعا ماذا يحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان البرح كنا نقشنا في الموضوع هذية بسين انت كنت غائب معه سوفيانو قال هناك قطيعة بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية نرجع تباعا على الحكاية هذية اللي انطلقت من حكاية السيارة اللي تم صحبها واحنا الرواية الرسمية الوحيدة جيتنا من عند الملحقة الاعلامية للبرلمان اللي قالت انه هو الرئيس البرلمان تخلى عليها وقال ما حاستيش بيا بش نرجع على نسب 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 مشاهدة القنوات التونسية في اولى ايام رمضان وعلاقتها بالصلح الجزائي بسين بش نرجع على الاشهار وغيره والنسب الاستماع وهذه الكل بعد شوية في الجزء الاخير من برنامجنا مشنا يجي يكون ضيف بحثية امين الورغي مساعد للرئيس مكلف بالعقاس بالعلاقات عفوا مع المواطن والمجتمع شكرا لكم على المتابعة انتم تسمعوا في تسعين دقيقة سوفيين مرحبا بكم هذي تسعين دقيقة توا نص نهار واثناشن دقيقة سوفيين انتي قاسية علي قبل ما نعود الراحة بسيد المستمعين عندك حاجة تحب تقول هالي مرحبا نقول لكم شويكم مبخرين اليوم ايه ناش مدخلني معنا يلي تسعين دقيقة نحكيه على سييسا نحكيه على الاقتصاد بلاتو فيه ريحة البخور معجعج ايه فاش تشك انتي سمحني هتعملو في البخوخو ما نعلمك اللي رو على الاقل على المستويه انا ونعرفش بس انا رو ما يحوكش فيه السحر امي وانا صغير كاركبتلي هرمونات سوفيين بن حميدة دخلت بعضها في رمضانك مش خير من البخور مش خير من رحاتك جو رمضاني قالك يسحر وفيعملو في البخوخو دي جاثة ما قانونة قانوني يجرم السحر في البرلمانت نرجو عليها في حساس اخرى بالحقرة وبالجدة فما قانون يجرم السحر في البرلمانت الشعوذاء والسحر شكرا لك على تصحيح بسين نبدأ وسيغيزمون بالاخبار تيبعا قالكم سوفيين بن حميدة سيبدي حكفيين نبدأ مباشرة بتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد وقت اشرافه على موكب اداء اليمين من طرف الاعضاء الجدد لللجنة الوطنية للصلح وين قال اللي تحمل مسؤوليته مؤكد انه فما شخص مشمول بالمرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ولكنه تقدم بمبلغ لا يجاوز ثلاثين مليون هو مطالب بارجاع عشرات المليارات الشعب يطالب بالمحاسبة المحاسبة العاجلة ان ارادوا بالفعل ان يعيدوا اموال الشعب مرحبا ان ارادوا غير ذلك يتحملون المسؤولات مسؤولاتهم جسيمة وتاريخية ولا امالك انها تاريخية لان المليارات المليارات وليس اداءوا بابك تعرف العدد الكبير من المليارات وثم تحولت للأسف بالنسبة الى البال كان سوخ للمزادة 700 دينار جاء ملف قدار من 700 دينار 30 ألف دينار ما جيبش هي حتى سيارة شعبية هو مطالب بعشرات المليارات يرجعوا اموال الشعب ما تسرخوش مع اي مكان ويقفي من الممارسات اللي تم وهذا يبلغهم فرصتهم الاخيرة هذا نحن نريد العدل لا نريد التشفي في اي الكارف يعني يبقى في السجن ولكن لا نريد ان تبقى اموال الشعب في ايدي الذين اختلسوه سوى في الداخل او في الخارج فلا هذا كنا تصريح رئيس الجمهورية لا اريد ان تبقى اموال الشعب في الداخل ولا في الخارج في ايدي من اختلسوه شنوه اليوم اليوم بتنصيب هالأعضاء جدود للجنة الوطنية لسلح معني بش نتمكنوا اليوم بش نتمكنوا اليوم من استرجاع اموال تونس من الداخل والخارج نمشي بنبدأ معك بس هو واضح انه رئيس جمهورية قاعد يحاول انه يخلي الية السلح الجزائي توفر موارد مالية للدولة في ظل ربما تعطل التمويلات الخارجية وفي ظل تعطل القروض خير دليل على ذلك انه رئيس جمهورية غير تركيب السلح الجزائي ولا هو رئيس لجنة السلح الجزائي بحكم انها ممكن تجتمع في مجلس الامن القوم يفق التعديل الاخير كذلك اظن انه اداء اليمين امام رئيس جمهورية البارح مثل فرصة انه رئيس جمهورية قد اعطى رسالة جديدة المشمولين بالسلح الجزائي انه لا تهاون مع المسألة هذه صحيح فما في البداية ربما تجيه على الانقراط في السلح الجزائي اظن انه رئيس جمهورية شعر انه الطريقة الحالية غير كيفية لتحقيق هذه الالية على ذلك ان نتوقع خلال الفترة القادمة ربما اكثر ضغط على رجال العمال المشمولين بالسلح الجزائي لانه حسب قراءة لكن لهم هما احرار يذهل ينجموا يمشيوا لسلح الجزائي ولا يمشيوا المقمى هو هذا هو هو يعني المسألة هل مسألة الضغط كيفش يكون ما فهمتك شبسي الضغط ربما مش يكون بتتبعهم قضائيا اما انك تنخرت في مصار الشلح الجزائي وتخلص الاموال اللي الدولة تستحقها منك او انك تمشي للسجن انا لاحظت انه رئيس جمهورية شعر انه رجال العمال المشمولين بالسلح الجزائي استهانوا بالالية واستهانوا به على هذك دي جا قالك ثم الشخص متعلق بالسلح الجزائي لكنه قدم مبلغ ما يجاوز 30 مليون وهو مطالب بشي رجع عشرات المليارات هو وقت اللي تم تعديل قانون السلح الجزائي اعتقد انه تم منح فرصة ثانية للمشمولين بالسلح الجزائي في انهم يتداركوا وانهم يتوجهوا لاعتماد الالية هذية لكن اليوم واضح انه رجع مورية بشي حاول على الاقل عن طريق لازل السلح الجزائي التصعيد في استرداد اموال الدولة خاصة المتهربين ضريبين غير المستخلصين مع الدولة في الكثير مناء الديون يعني كلام رئيس جمهورية يوحي بانه قيسعيد او الدولة التونسية ذاق الخناق عليها اقتصاديا خلال الفترة الاخيرة خاصة بعد عدم حصولها على القروض وعلى الوعود المالية من دول الاتحاد الاوروبي على هذاك نتصور انه السلح الجزائي سيصبح فرضا خلال الفترة الاخيرة وليس خيارا واضن انه السلح الجزائي هو بقاء الالية الوحيدة عند رئيس جمهورية اللي يحاول من خلالها توفير موارد مالية ربما الفترة القادمة مش تحصل ايقافات جديدة لبعض رجال عمال متهربين من عدم استخلاص ديونهم تجاه الدولة واضح سفيين هو هو خطاب الرئيس لم يتغير منذ بدأ طرح فكرة السلح الجزائي بحقيقة حافظ على كل كامل مقوماته الخطاب الرئيسي المرة هذه معناها التأكيد على انها مهلق مع انهم قدامهم ستة شر اعتبرته غريب شوية لانه هذا مش واضح في النص القانوني التعديل القانوني الاخير واعتبرته غريب لكن سياسيا مفهوم سياسيا مفهوم لانه ما يفصلنا على انتخابات الرئاسية تقريبا هي فترة ستة وسبعة عشر وبالتالي ممكن تفكير في انه معناها اداء اللجنة اداء اللجنة الحالية للشروح الجزائي سيكون مقياس لنجاح المشروع الرئاسي في الكامل المشروع الرئاسي اللي يقوم من مقاوماته الاساسية هي استرجاع الاموال المنهوبة لانه استرجاع الاموال المنهوبة الحكم المحلي هذه القاعدة بناء القاعدة منظومة كيبلا عندها انصارها مشالش مشالش نعبره عليها نعبره عليها نعطيوها حجنا تخلوذة مزلت ما فهمتاش شعب التونسي مزلت ما فهمتاش تخلوذة من بعد اتعديوه وعملوا قرعة ومن بعد ما نعرفش كيباش بش يعملوا انتخابات غير مباشرة بالتسويت 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 اما انتخابات غير مباشرة الشعب ما عادش يعنيه الموضوع التوا ما فهمش اتار قانوني يوضح مهامهم التوا ويكذب علينا وقت اللي يقولونا ان هذه الهيئات المحلية ان عندها اتار قانوني ان الهيئات القانوني متاحها من وقت بن علي وكهيئات استشارية واضح نرجعو نرجو بسرعة نرجعو للحكاية فشل لو تفشل وانا بطبيعة الحال ما نتمناش انها تفشل لكن لو يفشل لتفشل اللجنة هذه في لماين قيمة معتبرة من الاموال وتنساش ان نحكيه على 3000 مليار في البداية ما ننساوها مش هذوق توقعوا واحدا ما احنا ما نقولوش 3000 هات 1000 مليار فستة شهر هذو سيناء فما فشل للمشروع الرئاسي نعتبروه وفشل المشروع الرئاسي هو فشل شخصي للرئيس قيسعي هذي هذي اليوم وين احنا موجودين في اناهي الزنقة اللي موجودين فيها فيما يتعلق بالصلحة الجزائي لذلك اعتقد كي ما قال البسام الماكينة بش تتحرك بقوة في المدة الجاية عدد الايقافات بش تكثر بش يطلع اكسبونانسيال وبش نشوفو بش نشوفو ندخلو موسم الصيد بالكركرة وما المانع انه رجال اعمال متحرابين محرسوش ديون انا نقول لك انا نقول لك انا نقول لك شنو اللي ينجم يصير وما عنديش مانع ونتمنى انهم ينجحوا لكن لكن صعيبة برشا بالشي اللي قاعدين نشوف فيه لانه انك تطلب من رجل اعمال صحيح هو معناها ينجم يكون مودين لكن تطلب منه بسرعة طوى. اي اي. عن المدة. في ستة شهر. ايه. انه مثلا مش يجيك معناها. مش بسرعة. طوى عنا عمين نحكي وعاستو الحدي زي. ايه. ايه. تانس من العباء. مالبارع لسا. ايه. ايه. سوفيين. سوفيين. فاصل ونرجع لكم. وين تسمعوا فينا من أي ولاية في كامل تراب الجمهورية مرحبا بكم كنا نحكيه على تصريحات رئيس الجمهورية وقت الإشراف على موكب أداء اليمين من طرف الأعضاء الجدد لللجنة الوطنية للصوح الجزائي توابش نمشيه في نفس النهار هو عمل زيارة زيارة لمحطة المترون الخفيف في تونس البحرية وين قال وانتقد وضعية العربية المهملة في زيارة غير معنى قديها قبل المحطة إلى مستودة القطارات في جبل الجلود ويقول أن المرفق العمومي للنقل أصبح خارج الخدمة قداش ليهم موجودين قداش أكثر من زوج عقود قداش أكثر من زوج عمومي للنقل أصبح خارج الخدمة قداش أكثر من زوج عمومي للنقل أصبح خارج الخدمة قداش أكثر من زوج عمومي للنقل أصبح خارج الخدمة يخرج يعطي تصريح حكاية ما ننسيوش الإقالة اللي جيت أن بغاليل معه لوزير النقل تنرجع عليها لأنه هو زيدة تب تدوينة كانت متوقعة اليوم تقييمك للتصريحات هذه مش أول مرة يمشي يزور مستودع رئيس الجمهورية هو جديد في التصريح هذا أنه أول مرة الدولة تعترف بالتقسير تجاه المغاتن أن الدولة تعترف بأنها مهملة لقطاع الخدمات أن رئيس الدولة يعترف بأن الدولة ما هيش قاعدة تقوم بدورها كما يجب برغم أنها قاعدة تأخذ في الأداءات على المغاتن وقاعدة تأخذ في الضراب في المقابل ما هيش توفر في الخدمات المطلوبة هذا يندرج في إطار ربما محاولة قاعدة سعيد إسعاف ما يمكن إسعافه خلال الفترة بإقالة الوزير بسام اليوم المشكل في الوزير أنا بيخسون المون نتذكر مليونة صغيرة ثم إشكال في قطاع النقل كل ما نمشي وناخذ ذكار كل ما ناخذ ميترو بش نمشي نقرة نلقى فيه هذا يجي من مخر والآخر من كسر والآخر شبك وتحت منه أذكر معناها ذاكرتي إذا ما خانتنيش نتذكر وأنا ماشي المعت الصحافة في منوبة واحدة فتاة ركبة في الترابط الترابط كنت تذكره وأنتي بسام طاحت من البلار لأنه البلار خائف لأنه البلار متع الكارس وفيين والوقت ذاكا مكسر معناها اليوم قطاع النقل سيعالج وسيتم إسعافه بإقالة الوزير هو هذا يناتج عن تراكمات سنوات مش الوزير الحالي هو المسؤول عن تردي خدمات النقل لكن في البناء الهرمي للسلطة المسؤول الأول بالنسبة للرئيس جمهورية عن قطاع النقل هو وزير النقل بمعنى أنه أنا كرئيس جمهورية حتيتك وزير نقل بيش تحاول تخفض من المشاكل في القطاع هذي لكن أنت ما نجحتش حسب رأي قاية سعيد وزير النقل ما نجحش في المهمة المكلف بها وفما برشا وزراء قاعد يقيم في أدائهم رئيس جمهورية لكن الرئيس هو يعمل السيارات مش نوزير دونك مقصر هو رئيس جمهورية رئيس الجمهورية ما ينجمش يمشي يعمل تشخيص إحنا شوفنا في مستودى عباب سعدون سوفيان كند الذك يعملنا تشخيص تشخيص نقدي نشوفوها قلنا رأوا رئيس جمهورية بشي حاول خلال السنة دي يتفرغ القطاع على الخدمات والشيء أن الاقتصادي والاجتماعي لأنه في سنة انتخابية الرئيس جمهورية حبيبين للشعب التونسي لا مش حملة حبيبين أن الشعب التونسي عنده إرادة للإصلاح ولتغيير وتطوير قطاع الخدمات إلا أنه ربما جزء من الفريق الحكومي لم ينجح في تطبيق مشروعه لم ينجح في تطبيق أفكاره أنا قاعد وكان يشوف في قيس عاد يرمي بالكورة إلى الحكومة التي عينها ويرمي بالمسؤولية إلى أعضاء الحكومة اللي عينهم هو كي نجي وشوفوا ميزانية وزارة النقل قاعدين نشوفوا فما تطور في ميزانية وزارة النقل سنة 2024 بـ 3.9% مقارن بـ 23 يعني فما جزء من الموارد المالية تم تخصيصها لإنعاش الوزارة هذه لكن ما شفنا حتى شيء لأسف الشديد قاعدين نشوفوا اليوم التونسي يعذب في وسائل الناقل التونسية كنقول يعذب يعني أعرف ما أقول كي تطلع في المترول خمس وتلاشية بالحق تتعذب أو تطلع في كار سفرة تتعذب في العشية وهذا كل رأو المواطن قاعد يخلص في الهدايات وقاعد يخلص في الضراء بمقابل أنك دولة توفر له الأمن والخدمات والنقل والصحة أظن أنه تفرغ قايس عيد لشأن الاجتماعي خلال السنة هذه يعني أكثر واهتمامه بها أكثر من الشأن السياسي بيشيكشف له أنه الدولة هذه تقريبا ما عادش تقدم في خدمات لا صحة ولا نقل باستثناء التعليم لقاعد حاليا يحاول لدارك وحاولي تصنع سوفيين زيدا وقت زيارته لمحطة المترو الخفيف في تونس البحرية رئيس الموري يقول أنه أعمال التخريب اللي تطال أسطول عربية المترو أسبابها ترجع إلى أن التونسي لا يشعر بتوفر خدمة جيدة في قطاع النقل ويأكد أخطر تصريح أنه زيدا نعتبره أنه أعمال تخريب من مشاقات تعود إلى شعور المواطن بظلم من حكمه وكأنه في علاقة عداء مع الصلطة في معدل 140 عرب على 189 اليوم في حدود 44 هذا الوضع طبيعي غير طبيعي لا تراوش لعبات الصباح تخرج معنا أربع ساعات مش توصل المركز العمل ولا يوصل المدرسة ولا المعد أنا بكافني نحب أن نوضحها من فضول رأوا الأبواب يخرجوا من هون يخرجوا مسكري رأنا نقومه بالمكس من نجمة نوريك سيد الرئيس وما قاعد يصير عليه فونداليزم كبير ياسر قاعد يصير عليه فونداليزم أو علاش فونداليزم ماش توسط تخلق فوندال لا هو مش مش بالطبيعة على خاطر يشعر وأنه ما عنده السيرفيس به أي معنا الطريقة تعقش علاقة الحاكم بالمحكوم لو كان يشعر وأنه من يتولى أمره يخدمه أتى هو يولي حافظ عليها بصفة طبيعية أما هو يحسب يلقاش حقه في تبيعة الحال ردت الفعل على شوية يستحجر ويضرب لأنه يشعر الحاكم ظالم وكان قبل يجمر على بوبة متاع الحاكم هذا هو كنا نسمع في تصريح رئيس الجمهورية قيس إسعيد نرجع معك سوفيين يقول لك أنه أعمال تخريب متاع المنشآت تعود إلى شعور المواطن بظلم من حكمه يعني رئيس الجمهورية يعمل في التشخيص هذا سؤال يقبلها شوية رئيس الجمهورية يمشي يعمل تشخيص ينحي وزير ورئيس الجمهورية تونحيو لها معناها الموضوع تي ما في علاقة بوزارة النقل يعني يعني الرئيس الجمهورية قاعد يعمل في تشخيص بأنه المرفق العمومي للنقل أصبح خارج الخدمة به به خارج العادة خارج العادة مثالي شابا كتجي من عند الرئيس تاخذ معنا آخر علش من أدوار الدولة من أدوار الدولة اللي تاخذ في لنبو من عند العباد أنها توفر لهم التعليم والصحة والنقل ما كان ما كان الشيء الوحيد هذه الدولة الرئيس بيد الرئيس متاحها قال أنه راو عندها مرفق أساسي اللي هو محمول عليها اللي هو المرفق النقل خارج الخدمة تماما ما قالش مريض تاعب يلزم ويتصلح لا قال خارج الخدمة شوه معناها؟ معناها الدولة هذه ولا تتعكز كانت توقف على ثلاثة سقيم نحاط لها سيق تتعكز الدولة متاعنا تتعكز وباعتراف رئيس الجمهورية نفسه هذا راو الاختر متاع الزيارة متاع البارح أنه الدولة راي مايش قاعد تتقوم دورها راي يتعكز راو العباد عندهم الحق بشيحسوا بشيكسروا وبشيكسروا نقص شويلة بشيقول أنه بشي أنه عندهم الحق بشيكسروا نعم معناها رئيس الجمهورية هو مش يبرر سفيان أما حبيب يليك خليلي مش راضي على خدمات تخدم فيها الدولة طوأنا نقرأ اليوم رأي سفيان عندك نسألك بس لحظة بركة سفيان سفيان لحظة أنا كيفاش سمعت رئيس الجمهورية إي أنا أنا نقش فيك معناه مش تبرير هو سفيان طواليوم المواطن المواطن اليوم قاعد يرسكي مثلا في وسائل النقل خطر مش راضي خليك فعل معاك خليه يتفعل معاك خليكمل فكرتو كمل فكرتو تفضل ليه ليه تفضل كمل أكاو مش فسح مجال سفيان وإنه بشي كسروا أما حبيد رأوا كل نفس الانتباع نقولوا اليوم المواطن رأوا قاعد يرسكي في وسائل النقل خطر مش راضي على الخدمات يقولك عليش يخلص موزو الرئيس راننا نحكي على رئيس جمهورية راننا نحكي زهادة وتحب رئيس جمهورية يكون كلامه فيه شفافية ما نحكيش على مواطن تونسي في القهوة هو واصحابه نحكي على رئيس جمهورية عنده عنده الإيليات اللي خلقها ربي وزيد عليها نتاع الحكم كل الإيليات الحكم ممركزة في يد رئيس جمهورية اليوم ما يقفش حد التشخيث ما يقفليش في الدبلير وحتاج خير لا بس سيم لحظة 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 سوفيين ما يقول لك شكيكي يقول لك رئيس الجمهورية هو أعلى هارم في السلطة هو مشي لبلاسة من المفروض نلقاو نتائج ونلقاو حلول للمشكلة لحظة لحظة قديش من زيارة قديها رئيس الجمهورية نحب نسلك انتي بس سيم قديش من زيارة إلى بلايس فيهم معملس نقل نقل خلينا في النقل سوفيين خلينا نحب نسألك جوابني يا سؤال بسين يعطيني نتائج اليوم انتي صحافي وقعد نتبع هو اليوم نحب نفهم جوش نحب نفهم السؤال ذي يتبادر إلى أذهان السيدة المستمعين أنا زيارة البارح قريت من زيارة فما نوع من الشفافية في الكلام يعني كيقوا يعترف رئيس الجمهورية قولك رايي اليوم قطاع الخدمات خارج الخدمة هذا في حد ذاته نوع من الواقع وهذا ايه ايه اقبل بعد الثورة عندك رئيس الجمهورية مش هزهار واحدة متاع خدمات متاع نقل متاع الصحة ما شوفنا حتى اليوم حسينا فما شوية رغبة من رئيس الجمهورية انه لإصلاح القطاع هذي لكن الرغبة الاليات متاحها هل رئيس جمهورية اختار اعضاء الحكومة اللي عندهم الكفاءة باش يسلحوا لا لانه قاعد كل شهر شهرين يغير في وزير وهذا الخطأ متاع قائل صعيد وربما خطأ قائل صعيد ما عندوش مستشارين ينصحوه لاختيار اعضاء حكومة عندهم الكفاءة وعندهم القدرة اليوم رغم مش رئيس جمهورية باش يسلح الكيران وإلا باش يسلح المتروات في ذا الاستراتيجية رئيس جمهورية وليحدد البوصلة السياسية وليحدد الخيارات العامة للدولة لا لا سوفيا وتصريح سامحني 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 انا ارجعك لتصريح رئيس الجمهورية نفسه هو ليقول انه مهمة الوزراء الوزراء هي مساعدة رئيس الجمهورية على ادائي تسمعني هم تنبيلين بس ما تصريح كملوا نكملوا لك حفظته وين حفظته لانه لا 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 ما تقصش علي رئيس الجمهورية يقول في تصريح مهمة الوزراء هي مساعدة رئيس الجمهورية على ادائي وظائفه التنفيذية رئيس الجمهورية هو ليعطي وظائف حسب الدستور جديد لا لا تصريح لي رئيس الجمهورية نفسه هذا وحتى دستور على صدحية نحكي رئيس الجمهورية ولي هذا ولي هذا الوزراء الوزراء توا من من قولوا احنا من دستور وحتى من مرسوم 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 سبابة ما علي دين صناع عند رئيس الجمهورية نقبله سفيان انتي قطاع التعليم قبلها شوية قلت يشهد انتي عاشر انا قلت هو قال هو قال انا كان نحكيلك على تعليم لا لا قلت فاما محاولات الاسلاح انا مقولش انت عاشر بيه معليها هو انتي توا سمحني دقيقة حنكمل معا بنفس الفكرة سفيان انتي قلت اللي الوزراء صبابة ما علي دين هاو يبدل فيهم دونك ما مش قاعدين يخدموا يقول دمان شو هو سفيان جاوبني راو 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 استناني راهوا اقرار بفشل شخصي للرئيس الا الاقالية ايه بانسور لانه هو ما تعتبروش هو عينهم وهو والدستور يقولوا انهم راو هما يعاونوا فيه على مهم وهو دونك اقرار تنحيتهم اقرار انه راو اختيار يلولاني بتسميتهم كان اختيارا غير صعب هدا هو هدا اليوم احنا هدا 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 تفسر انه تفسر عليش اقال في الوقت هذي وزير النقل لا لا لانه وزير النقل وكذلك انه هو حقه وحقه تنحى عنده مدة طويلة راو راو رايش جمهورية راو مشي الجونيس المارين لكن قبل مشي الحمامات ومشي الجبل جلود ومشي ببسعدون معناها دار لهم الكل عمل اعطاه تنبيهات لكن هو ملمعون اي اعطاه مشارات وكذلك حتش هي ما تبدل الوزير وزير النقل كان يلزموا يتنحى اما يلزموا يتنحى مش الامور النقل كهو لامور اخرى تاو نرجعهم بعد مش تحكيو على الاقالات تاو نحكيوهم لك فايزة انا يعني وجد النظر المتاعي انه اليوم احنا في نظام سياسي هو نظام رئاسي النظام رئاسي كي نقول مساعداتي على وظائف هي يعني رئيس امتاع قيس عيد في اختياراته للوزراء ربما والتحوير الوزاري تلو الاخر هذا دليل على انه رئيس جمهورية يشعر انه منجحش في اختيار عدد كبير منها الوزراء لا ذك اليوم انا حسب رأينا رئيس جمهورية مرتبك نوعا ما في تحديد الشخصيات اللي يكلفها بمسؤوليات اما زادة راو نحب نقول رئيس جمهورية رأي تونس مش كالعاصمة رأي فاما برشا ولاية اخرى امشي يزور خدمات النقل في سوسة امشي يزور خدمات النقل في الشمال الغربي امشي الاسفاقس رأي فاما برشا مناطق اليوم قاعدات عاني لا تكتفي يا سيد رئيس جمهورية بنشر الصور في محطة باب سعدون او في جبل الجلود رأي فاما برشا خدمات اليوم متوقفة اليوم وعندك مناطق مثلا في برشا مناطق الماء الصالح الشراب في فصل الشتاء يعني مقصوص رأي كدولة يزمك تشعر بكل مواتنين وتتخلى عن الدولة المركزية في اتجاه انك تشعر زادة بالناخبين حتى اللي يسوتو لك في الجهات الاخر واضح سوفيان بش نمشي الى موضوع اخر هو كما كنا قبل نحكي وعلى الاقالات وان رئيس الجمهورية انها مهام وزير النقل والثقافة ووزير النقل بدوره اكتب تدوينه ودون وقال اغادر الوزارة دون اية ضغينة صاف القلب وخالي الذهن نرجو عليها بعد شوي قرر الرئيس الجمهورية قيصة سعيد البيرح انهاء مهام السيد ربيع المجيدي وزير النقل انهاء مهام السيدة حياة قطاطة القرميزي وزير تشؤون الثقافية وتكليف السيدة سارة زنريري الزعفراني وزير التجهيز والاسكن بتسير وزارة النقل بصفة وقتية وتكليف السيد منصف بكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسير وزارة شؤون الثقافية بصفة وقتية شنو هرايك سوفيا لمشي معك انت مباشرة لما لها الجوز جوز وزراء وزير النقل ووزير الثقافة هما لموا يلجان كونسنتري ركزوا عليهم الكثير من الانتقادات مش هما بركة هنا كان نجبون 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 وزير الشون الدينية وزير الحج ولا شنو دونك دونك فما وزراء تركزت عليهم الانتقادات لضعف كبير في أدائهم ثم ثم سياسيا علش طولو هما في الحقيقة طولو في بلاستهم علش لأنهم قدموا خدمات للسلطة اللي غيرهم ما قدمهاش هذو ما تخصصوا في ودخلوا تقولش عليهم في كومبيتيسيون ما بين بعضهم في استعمال المرسوم 54 قدموا برشا قضايا خاصة المواجهة ضد النقبيين بالنسبة الوزير النقل مادام قرميز زادة ما قصرتش ما هيش قصرة بالكل معناها الوزارة متاحة شقل بيتها حتى حد ما راضي في قطاع ثقافة حتى حد ما راضي على شي عملته قطاع السينيما دقد قلته المهرجانات تعمل فيهم معناها ولت حاجة مسخرة وصلت أنه الغات معرض الكتاب ثم ورئيز زمهورية هو اللي دخل بشعاد يرجع هو يرجع معناها معناها فما حاجات فما حاجات الكبيرة صارت سوفيان كان وزير النقل ووزيرة شؤون الثقافية كان هكا الممارسة اللي يحكي لا هما هذو مقنط الكذومة يجعلون المشاكل وهما دخلوا في الحقيقة في كمبيتيسيون متاع استعمال القانون هذا هو معناها ذيك عليش نحاهم رئيسا لا لا شو قولك أنهم هما وزراء ما يستحقوش يكونوا في البلاس هذيك حطهم لعليش نحاهم عمانتي تفسر كموحر اليوم بعد زيارات نحاهم نقولك أنه تنحيتهم دجا متأخرة عم علي كان يلزم يصير اثنين أنهم هذو مزوز بالرغم من أدائهم الضعيف في وزارتهم رأوا مركزوا ركزوا على رواحهم الانتقادات بسبب تصرفاتهم وخاصة استعمالهم المفرد للمرسوم 54 شنوها معنيها الوزير النقلي يدون يدون ويقول وغادر الوزارة دون أي ذغينة صافي القلب وخالي الذهن شمعني يعتبر روحه ربما منعش تشخيصك أنه كبش في دي ربما منعش ربما أنه يعتبر روحه ميشو اكمبي ربما يعتبر روحه ونو مغلط نش مثلا نجم يقول لك القضاع يعاني من عديد الإخلالات عندها أعوام وأعوام وأعوام قائزة تدوين ردت فعل على قرار رئيس جمهورية وكان حب يقول روح رئيس جمهورية طريقة أخرى مسحفية ضعف الدولة في القيام بأداها ضعف الدولة في إصلاح قطاع نقل وكان رد قول على قيس عيد في ما يخص القرار هذا لحقيقة نحكيه على التحويل الوزاري تجي لبيلي صورة أنه تونس حافلة قيس عيد يحب يجري بسرعة 150 كم في الساعة هما عنده عجالي مفشوشة العجالي هما ربما أعضاء الحكومة قيس عيد مزيلوا منهم مزيلوا في الحكومة وزراء خدينها شكور هو التحويل الوزاري هذا كانت تفكر حكينا عليهم منذ شهر كنا رأوا فهم تحويل وزاري مش يسمر وزارتين أو ثلاثة وزارات وحسب المعطيات اللي عندي رأي جمهورية اليوم قاعده قاعده قايمة متع وزراء قاعد يقيم وقاعد يقرأ كل يوم تباعني فهم وزراء أخرين زاد بشي تم تغييرهم خلال الفترة القادمة بناء على التقييم الجيري والتقييم اليومي لأعضاء الحكومة أظن أنه ربما كل ما اقترب الموعد الانتخابي الانتخابية رأي جمهورية بشي حاول يظهر كونه أنه عنده الإرادة في تغيير كل من لا يذهب معه في نفس الخيارات وكل من لم ينجح في مصار الأسلاح خلال الفترة هذه شكرا لك باسيم نخجو فاصل وراجعي راديو شكرا لكم على المتابعة تحية رمضانية مباركة وينما كنتوا رجعنا رجعنا على يميلي بسام حمدي على يساري اللي يتهم فينا بالسحر والشعوذة سوفيين بن حميدة قالكم ما يحكش فيها سوفيين ما يحك فيك شي لا تعليقات الجمهور لا تعليقات المستمعين لا حتى شي ولا حكاية الانتخابات حكاية الانتخابات ماذا يحصل بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان إبراهيم بودربيلا كنا شفنا ورجعنا البارح سوفيين هنا في البلاتو على المقال ما نشرته صحيفة الشرع المغاربي مقال للزميلة كوثر زنتور وبخصوص السيارة حاولنا نتصل لأثار المقال العديد من أثار الجدل وحاولنا نشوفه تعليق رسمي لكن لم نتحصل بسام سواء على أنه تصل مشكور أسامة سعفي المعد بالملحقة الإعلامية لرئيس البرلمان اللي قالت أنه هذا خيار منا السيد إبراهيم بودربيلا هو هو التخلي على السيارة قال أنا ما حشتيش بها يبقى أنه تقدير هو أن المسألة قد تكون أبعد من إبراهيم بودربيلا وأبعد من حادثة مكبر الصوت خلال الجدل اللي نعرفه الناس الكل حول مقترح تجريم التطبيع المسألة قد تكون منذ تركيز البرلمان خاصة أنه ما نشقدين نشوفه بسام في الأمينة الأخيرة لقاءات بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بما تفسر هذا هو بالنسبة للسيارة حسب المعطيات اللي عنها صحيبت منذ شهر نوفمبر من رئاسة البرلمان وهي ما كانش يستعمل فيها فعلا إبراهيم بودربالة كان تحت تصرف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب على ذلك صحيبات وبودربالة يستعمل في سيارته الشخصية والسيارة التي صحيبت ليست تابعة لأسطول مجلس نواب الشعب هذا مسألة أولى المسألة الثانية ظهر الجمود السياسي وقلة التواصل ما بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان قاعدين نشوفوا تقريبا في الأسبوع رئيس جمهورية يلتقي رئيس الحكومة ثلاثة أو أربع مرات في حين أنه رئيس البرلمان ما فهماش لقاءات ربما حسب تفسيري أنا اليوم فما انقسام ما بين الدعمين القيس عيد اليوم فما جزء يراهم قيس عيد أنهم لم ينجحوا في أداهم السياسي خاصة في البرلمان وربما فما معطيات يعني خاصة مثلا جمود في العلاقة بين الرئيس ورئيس البرلمان وإلا البرلمان في حد ذاته هو خاصة أن رئيس البرلمان بعد يعني جلست منقشة قانون تجريم التطبيع وقت اللي خرج رئيس البرلمان وإحكاء أنه رئيس مورية طلبت إجيل النظر في المسألة هذه لكن إبراهيم مدربالة وصلها بطريقة وكأنه قيس عيد ضد تجريم التطبيع منذ تلك اللحظة توترت العلاقة وكأنه خلينا نقول أبك سأل وكأنه مدربالة اعترف أو اتهم قيس عيد بأنه ضد تجريم التطبيع مع الكيونس ويوني ومنذ ذلك الوقت توترت العلاقة وصبح رئيس جمهورية في خلاف مع إبراهيم مدربالة كذلك فما عمل سياسي فما عدد ومجموعة من نواب بالتنسيق مع إبراهيم مدربالة قاعدين يعملوا في عمل سياسي نحو ربما الخروج بحزب من داخل منظومة الحق وربما التوجه العام هو اللي يخلي رئيس جمهورية يقلق نوعا ما من بعض الشخصيات الدعمة في البرلمان نظن أنه خيس عيد يتخوف ربما من حزب يخرج من داخل السلطة ويخرج من داخل مجلس نواب الشعب على هذا جزء من التوتر هذا في لأ طبيعة النظام اللي تحكم فيه تونس من يوم رئيس جمهورية خلينا نقولها بكل وضوح وصراح يرى أنه مجلس نواب الشعب بمثابة ربما مكتب لتزكية الخيرات ولتزكية المبادرات التشريعية اللي تقدمها رئيس جمهورية ودوره يقتصر هناك هذا هو يعني واضح سوفيين عندك مظيف على اللي قلته البارح معنى سوفيين دي ركتم وقالك هناك قطيع وجمود هناك قطيع وهذه أحكاية سيارة في الحقيقة لكن قطيع نحب نعودك نفس السؤال اللي ترحت على بسام قطيع مع رئيس البرلمان بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان شخصيا خطر نسب خطر البرلمان مختلفة الأمور البرلمان لا يتوجه إلى رئيس الجمهورية إلا عبر رئيسه هذا هو الوضع ثم قيس سعيد مستحيل يخلي حد يشارك السلطة وبالتالي من مصلحته أنه يقزم دور البرلمان دور البرلمان ودور كلها موجودة في البلاد ياخي دور المجلس القضاء مسل على القضاء قز مدق لأنه ما يجب تكون فيما هيئة عندها وعندها خاصة خلينا هيئة ما عندها حتى احترام في الرأي العام هاو كم موجودين يصولوا ويزولوا عمد سوفيان أنا ما اتفقش معك في مسألة التقزيم لسبب وحيد رئي جمهورية يعتبر أنه البرلمان بغرفتين مجلس نورب الشعب هو الغرفة الأولى مزال مجلس الأقليم والليجيات هو الغرفتين يعتبر أنه هذا المجلس جزء من مشروعي سياسي على ذاك أنا نعتبر أنه مش مش في التقزيم أما يحب يخليه فيه هو يسميه وظيفة تشريعية دور ووظيفة حصروا في إدارة حسب الدستور سوفيان نعملوا خرمة خلينيكمل ونبدون نسوقوا فيها هذا البرلمان خليني البرلمان الموجود سوفيان ميساعدوش هو يقزم يقزم جزء من المشروع السياسي يعني أما هو حطه في إدار معين تشريعي فقط أما سوفيان بالله خليني نكمل الموجودين رأوا ما تنسيش تحب ولا تكره هذا تم انتخابه انتخاب مباشر إلي بش يجيوا تم انتخابهم انتخاب مستقل تم تعيينهم بالقرعة بالقرعة وبانتخاب غير مباشر لا لا علاقة للشعب بهم سوفيان الجمود وبالتالي ما يستقيموش ما عندهم مش نفس الميزان حابة ترجعهم حسب نفس الميزان قيس سعيدة حابة ترجعهم عندهم نفس القيمة نفس الميزان ما ليه معناه اليوم يا جميع عمل اللعب أمراه ما هوش معقول لا سوفيان حتى الاخرين منتخبين انتخاب مباشر أما فما التصعيد يعني بعد يساعدوا يشكون يختاروا ما بينان يعني من كلهم منتخبين ومن كلهم مترشعين في الدور أما الجمود هذي الجمود هذي أنا يعطي فيها في مؤشر إنه فما أمكانية ربما ليحل البرلمان من جديد إذا تقييم قيس عيد رأى أنه البرلمان هذا ما نجحش في أداء مهامه ما نستبعدوش أنه قيس عيد يحل البرلمان هذا ما نستبعدوش ينجم يحل البرلمان هذا إذا رأى أنه البرلمان لم يقم بدوره الكافي ولم يقم بسن التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد ولمكافحة التهريب وربما التهرب المال مش نمشي إلى موضوع آخر وهو نسب مشاهدة القنوات التونسية في أولى أيام رمضان شهر رمضان المبارك نمشي معاك سوفين تفرج شوية في المسلسلات؟ بالكل بالكل لا بالكل ما معناها ما عنديش واحد بعض العشاء بعض العشاء يمشي مشيش ترنعطيك نسب المشاهدة بس هم تتفرج في حاجات شنوه في الأعمال التونسية اليوم؟ لا الحقيقة نعمل متابعة خفيفة ما نتفرجش برشها نحاول نعرف شنوه المشهد الإعلامي في تونس بيانشور بزاك شنوه فيه وشنوه ما فيهش نحب نشوف هل ثم تعبيرها من التعبيرات المجتمعية في قنوات الفسادية لا الحقيقة نلقى ثم يعني بعد كبير وممثل الشعب التونسي للأسف في الحقيقة برصة أعمال رمضانية لا تمثل المجتمع التونسي ولا تعكس صورة المجتمع التونسي صحيح فما بعض أعمال ربما الفلوجة هو فيه محاولة لتجسيد تدني المستوى في بعض المؤسسات التربوية لكن في المجمل اليوم قاعدين نشوفوا في الجزء الثاني ما شفناه وش في الجزء الأول هذا شفنا كين مدارس هذا هو شفنا اليوم التونسي عنده حنين إلى الماضي يحب الأعمال الرمضانية تحكي على بيب الرزق تهايو قاعدين نشوفوا في شف الحل اليوم في المرطب الثالث يعني تعاود خليني نعطيكم شمية لنسبة تصدرت قناة الحوار التونسي قايمة القناوات الفازية لأكثر متابعة في اليوم الافتتاحي لشهر رمضان فضل برنامج سيمي الفهري جديد تضحك تخرج اللي شايف برشا انتقادات بالإضافة إلى الجزء الثاني من المسلسل الشهير فيه جزء الثاني بيانسور فلوجة حسب شركة صبر الأرى هذا وتستمر قناة الحوار التونسي في جذب المشاهدين بعرضها للموسم الثاني من فلوجة ليرتكز على حياة مجموعة من الطلاب المراهقين وتجاربهم الشيقة اللي توصل إلى حدود الخطر الجنائي وفي مفاجأة غير متوقعة لم ينال سيتكوم سوبر تونسي نسبة مشاهدة كبيرة على عكس لمكان متوقع سوبر تونسي ذولي منه فيلم تحدثنا هنا عليه مع عبد العزيز القطي يشجع برشا ونال استحسان المشاهدين والتونسي برشا مشوا وتفرجوا فيه لكن المفاجأ أنه لم ينال سيتكوم هذي ثم شكون يقول لك لأن الحوار التونسي تفردت بالمرتب الأولى لأنه اختارت أنه المدة الزمنية متاع بث الفلوجة مثلا ساعة ونص كمام ساعة ونص ساعة ونص هذيكا خليت النسب المشاهدة عندها واحدة تثبت وامتلكت واخذيت نسب الأعلى نسب المشاهدة أفضلي 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 لسا بالمشاهدة في النهارين لولانين راي ما تعطي حد شيء راي ما أنا ثلاث نهار اليوم ما ماي اليوم ثلاث نهارين لولانين دونك نسبة المشاركة تعال نهارين لولانين سيترو بو بش نحكمه على الانتاجات أنا اللي همني وحسب ما قديت اللي همني هو أنه حشين الحاجة اللولة هو أنه فم انتاجات غزيرة سنة مقارنة من سنوات الفارض الفارض وهذا مهم لأنه الكثرة هي في الثقافة وفي الفن في الإبداع الكثرة هي اللي تخرجنا الكاليتي من الكثرة نجم ونلقاو حاجات به نختاروا نختاروا وهذا مهم خاصة بعد سنوات عجاف من الفين وعشرين وحنا جايين بسبب الكورونا الملاحظة الثانية هو أنه يبدو يبدو أنه القنوات التقليدية كنقول القنوات التقليدية اللي تبعها تونسي في رمضان القنوات التقليدية رمضان وغير رمضان اللي هي القناة القناة الأولى والقناة الثانية القناة سبعة الأولى والقناة الثانية والحوار التونسي ونسما هما المشهد التلفزي اليوم الموجود اليوم الأخرين برغم كثرة عدد التلفزيات لكن يبدو أنهم ضعف برشا شكرا لك بسيم حمدي نحن نرجع بعد الأخبار مع زيفي ومساعد الرئيس مكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني سيأمين الورغبي مرحبا بكم